استعرض الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة عددا من الفرص الاستثمارية في قطاع التكرير والبترو كيمويات وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بالتوسع في المشروعات المنفذة في قطاع البترو كيمويات دعما لهذه الصناعة المهمة بحيث تكون مواكبة لأحدث التكنولوجيات العالمية في هذا الصدد وأشار مدبولي إلى أن هناك عددا من الفرص الواعدة والمشروعات الاستثمارية المهمة في قطاع البترو كيمويات والتي من المقرر طرحها للقطاع الخاص سواء للمشاركة فيها أو أن يتولى القطاع الخاص تنفيذها بالكامل